الاتصالات تسرطن المواطنين في ذيقار والوزارة لا تتحرك لإنقاذ السكان بحيا وسط الناصرية بل وتتجاهل وجود أبراج الهاتف النقال بين الأحياء السكنية تلك الأبراج التي يتهمها مواطنون بالتسبب في حالات انتشار المرض الفتاك بين المواطنين 4-5 أبراج كمالاتصالات وكثرة الحالات في المنطقة يعني تقريبا 10 حالات منظم أن والدتي في هذا المرض اشتكينا طلعت العالم مظاهرات ماكو أي فائدة قبل لا نسوي الكشف تطلع من عتهم لجنة هما إراتبوني ما عارف ينصوني البيت ما عارف هاي الأمور فأردني اشتكينا حاولنا ماكو أي نتيجة أغلب الأبراج اللي موجودة بداخل المناطق هي أساسا غلط واللي يشاهدونها خلفي وأمامي شبكة آسيا سييل والأثير وزيان العراق وكورك موجودة بداخل المناطق وطبعا من ضمن العقود اللي موجودة مع دارة الاتصالات وزارة الاتصالات أن تكون الأبراج تنصب خارج المناطق وليست في داخل المناطق مديرية بيئة ذيقار أكدت استمرار الحملات الرقابية لأكثر من 600 برج في ذيقار وقياس نسب التردد حيث أزيل أكثر من 7 أبراج اتصال بسبب تعديها المحددات البيئية واحدة من هذه الأنشطة التي يتم متابعتها من قبل المديرية هي أبراج الهواتف النقالة حيث توجد ما يقارب 614 برج موزعة ما بين شركة زين الاتصالات وشركة آسيا وكورك هذه الأبراج هي الحاصلة على الموافقات البيئية يتم مراقبتها من قبل شعبة البيئة الحضرية من خلال أجهزة خاصة فيما بين متخصصون أن انتشار الأمراض السرطانية بسبب ارتفاع ترددات هذه الأبراج والتي يتم رفع تردداتها لتحسين خدمتها في المقابل تؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض بين المواطنين الذين يتعرضون لموجاتها على مدار الساعة هذا يحتمد على المحددات البيئية والموقعية لأبراج الهاتف النقال المشكلة تكمن في أن أبراج الهاتف النقال في داخل المدين لم تلتزم بالمسافة ما بين الأبراج وعدد الأطباق ولم تشير إلى أنه كمية الأشعة المنبعثة أو الامتداد لكل برج لذلك فإن هذه الأبراج قد تسبب أمراض نفسية وضغط الدم والعصبية وفقدان الذاكرة أيضاً وتبقى محافظة ذيقار حاضنة لكثير من مسببات الأمراض ومنها أبراج الاتصالات والأنترنت إضافة إلى تلوث المياه والتربة والإنبعاثات الغازية من ذيقار سعد الركابي قناة الفلوجة